نستهل هذه الجولة في أعمدة الرأي والمقالات بزاوية رؤى وأفكار للكاتب دكتور إبراهيم صديق بأخيرة الصحافة بعنوان من يعيق إصلاح الدولة يبتدر صديق زاويته بالقول إن عمليات التطوير تواجه دائما تواجه بتحديات تعيق مسيرة الإصلاح وأكبر العقبات التي تعترض طريق الإصلاح في شأن الدولة هو الذهنية أو العقل موضحا أن رهن العقل على تجربة واحدة والإنكفاء عليها يمثل أحد أبرز التحديات والعقبات في اختبار مسار آخر خاصة تلك المجموعات التي ترى في التراتبية المتوارثة الأداة الأفضل في شأن إدارة الدولة والمجتمع ويذهب الكاتب إلى أنه مطلوب الكثير من الانتظار والتدريب والمتابعة لتحقيق فاعلية أكثر والوصول إلى نقطة الانطلاق بمفهوم جديد للخدمة المدنية يقوم على توظيف كل القدرات والموارد للعملية الانتاجية والانتاج النهائي وهذا أمر يتطلب مغالبة للكثير من المفاهيم في الأذهان ويرى الصديق أن هذا أمر وعلى أهميته لن يكون ميسورا لأن بعض الناس طرهنهم تجاربهم وعواطفهم وعدم قدرتهم على التجديد واستيعاب المتغيرات في الحياة وأساليب العمل ويختم إبراهيم الصديق زاويته بالقول إن أكثر ما يعيق إصلاح الدولة هي تلك الصورة الذهنية للموظفة القابض والمتحكم في حياة الناس وتفاصيلهم ويرفض أن يتنازل عن ذلك المقام للشبكة والتقويم والدفع الإلكتروني ومراكز المعلومات